سيد خير كابتن أيمال ألف مبروك لحضرتك وضيوفك الكرام ولكل جمهيري النادي الأهلي في كل مكان فوز جديد وثلاث نقاط جديدة يتربع بهم النادي الأهلي على قمة الدوري بعد مباراة كبيرة أمام فريق عنيد فريق المكونون العرب واحد سفر يعني بعد الانتهاء المباراة يساعدنا كن معنا محمد طلعت لعب النادي الأهلي السابق والمقاولين الحالي يعني محمد يمكن سمت مباراة الأهلي والمقاولين آخر سنتين مباراة قوية جدا للسكور قريب لكن النهاردة أعتقد نادي الأهلي تفوق وكان للغلب وممكن فيه فرص كتير أوضع أولا الحمد للهرب العالمين على النتيجة طبعا أحب أشكر لعيبة وجهاز الفني لعيبة كان رجالة جدا في الملعب كل واحد قد يدوره على أكمل وجه النتيجة طبعا ديها التوفيق عند ربنا صحانه وتعالى لكن ما حدش أصل في الملعب نادي الأهلي طبعا نادي كبير كبير نادي فراكيا طبعا كل التوفيق اللي جاي إن شاء الله ألف مبروك على الثلاث نوات تطلع بالنادي الأهلي طبعا لكل الاحترام وكل التجدير مش بس نادي الأهلي طبعا أندية مصر كلها فمباراة النهاردة كان لها بيتبقى واخدة طبع حماس طبع تركيز بيبقى أعلى عند اللعيبة في مصر كلما يكون متلعب قدام نادي الأهلي أو نادي الزمالك الحمد لله طبعا نتيجة لكن زي ما نادي الأهلي وصل ونادي الأهلي ضيع ونادي الأهلي كان مستحص بعض في معظم أوقات المباراة لكن احنا رحنا وضيعنا وإن شاء الله نحاول الفترة اللي جاي نحن نشتغل على كده ونأخذ الحاجات الإجابية من مباراة النهاردة إن شاء الله ونشتغل عليها لأن احنا ندوم وراه مهمة جدا بعد ثلاثة أيام مع الإسماعيلي نادي كبير نادي محترم عنده لعيبة كبيرة جدا عنده لعيبة منتخبات طبعا من لاش أي علاقة بالنتيجة أو سوق البداية لكن ده ما يقللش خالص من احترام النادي الإسماعيلي أو وجود النادي الإسماعيلي نحن النهاردة بنقفل صفحة النهاردة ومفكر في اللي جاي ونتمنى دليل أهلي طبعا كل التوفيق في الدوري وفي راكي إن شاء الله ونتمنى التوفيق ديار الزمالي إن شاء الله في النهار كانت أنزلت بديل كابتن عماد أهم التعليمات اللي أقلها لك وانت نازل وكان بيتكلم معاك في إيه بين الشرطين خاصة من التراعيمة عدلية خالص بالعكس كابتن عماد بين الشرطين أنا كنت بسخم ما كنتش موجود بالحقية في القوضة لكن وأنا نازل كان طبعا إن إحنا كل تركيزين إحنا عاوزين نوصل عاوزين نجي بالتعادل عاوزين نطلع بنقطة لما كناش نلعنا بمكسب ودوت حاجة كويسة إن أنت تبقى عندك طموح المكسب وإن أنك أنت عندك غريدة المكسب مش إن أن أنت مكتفي بواحد سفر أو أن أنت مكتفي إنك أنت خسرون بنتيجة كبيرة أو صغيرة لا إحنا كنت نازل عاوز إن إحنا نتعادل كنت أخد تعليمات إن أنا أهاجم طبعا إن أنا أهدد وإن أنا أوصل لجولة إن إحنا عاوزين نتعادل ونطلع بنقطة وإن أنا كمان أكون بس نتزميلي في الجنب الشمال اللي عندنا نمينا عند الأهلي لكن الحمد لله شكرا كابتن لكم التوفيق في اللي جاء إن شاء الله شكرا كابتن محمد شكرا كابتن محمد كابتن أيمن دا كل لقاءة مع محمد طلعت نجم نادي المؤولين بعد انتهاء المباراة مستمرين وتغطيتنا المباراة لنادي الأهلي والمؤولين بعد فوز نادي الأهلي ويا رب دائما انتصارات